لن يسمح كيرم الكايا بمغادرة المنزل بينما يشعر بشيء ما من ناحية اخرى يعرف برلا ان كيرم مريض ويحاول الدخول في عينيه وسوف برلا تكون قادرة على تحقيق ذلك يقنع كيرم السفمريا الذي يريد ان يستيقظ من المنزل بعدم مغادرة القصر على الرغم من ان السفريا تقبل هذا في الوقت الحالي الا انها يائسة لانها تعتقد انه لا يمكن ان يحدث شيء بينهما ديسمبر في هذه الاثناء يمرض كيرم عندما تكتشف برلا هذا الامر تتوقف عن عملها وتأخذ انفاسها بجانبه حتى يفكر كيرم جيدا في نفسه لكن برلا التي لا تريد ان تفوت الحفلة التي ستذهب اليها في المساء تهرب سررا من المنزل ليلا الشخص الذي يحاول شفاء كيرم هو سفريا هل سيتمكن كيرم من معرفة ان سفريا ينظر اليه بدلا من برلا في اليف حيث يتم اخبار المشاكل الكبيرة لفتاة صغيرة يتذكر الملاك اسم الشخص الذي اخفاه هذا المساء فيسل الذي يعرف يحيا مصمم على عدم ترك هذا الامر عندما لا تستطيع اليف اقناع سفريا بان والدتها على قيد الحياة قررت البحث عن والدتها على الانترنت تقرر سفريا التخلي عن الامل معتقدة ان مشاعرها تجاه كيرم بلا مقابل سفريا التي تريد مغادرة القصر والذهاب الى منزل منفصل علقة في عقبة لم تتوقعها ابدا من ناحية اخرى يتذكر الملاك ان اسم الرجل الذي اختبأ في المنزل من قبل كان يوحن يذهب فيسل الذي يعرف يحيا الى ليل قريبة يحيا لمعرفة ما اذا كان له علاقة باختفاء ملك طوال هذا الوقت يسأل تولاي وفيسل المطر عن ملك لمعرفة ما حدث لمليك وفهم من فعل ذلك به اخبرت اليفة اخيرا سفريا انها رأت والدتها على شاشة التلفزيون يستجوب تولاي وفيسل الملك ليكتشف كيف حدث ان ملك جعل يبدو وكأنه مات حيث كان يعيش طوال هذا الوقت مع من فيسل مصمم على معرفة من فعل هذا بمليك ولماذا في القصر اخبرت اليفة اخيرا سفريا ان والدتها على قيد الحياة وحتى رأتها على شاشة التلفزيون يبدأ سفريا في طرح سئلة حول اليف على كلمات اليف هذه من ناحية اخرى يسعد كارين ان اسفريايا في القصر على الرغم من انه لا يستطيع الاعتراف بذلك لنفسه الا انه يبدأ في الاقتراب من سفريا والتي ارملي وفيسل الذي رأى ملك الذين اعتقدوا انهم ماتوا امامه بعد اشهر تكون قادرة على تذكير ملك بايامه الخوالي ملت الذي كان يقيم في منزل جوليدي لعدة ايام يلتقي اخيرا بتولي عندما رأتي ارملي وفيسل ان ملك على قيد الحياة شعروا بالصدمة لكن ملك لا يتذكر تولاي وفيسل وانسي لانه عانى من فقدان الذاكرة بسبب حادث مروري يخبر تي ارملي انهم فقدوا اليفة في حادث لكن ملك لم يقبل هذا ابدا ويهرب منهم معتقدا ان تي ارملي سيؤذيه هل سيتمكن تولاي وفيسل من تهدئة ملك وتذكيره من هو عندما يدرك طارق ان كيرم يتبعه يأتي بخطة ويجعل كيرم زاوية عكسية من ناحية اخرى يذهب تولاي الى منزل جوليدي غير مدرك ان ملك يعيش هناك وادراكا منه ان كيرم يلاحقه يدعو طارق حميرا لقضاء اجازة بدلا من رنى في اللحظة الاخيرة بخطة ناكرة عندما يرى كيم حميرا بدلا من امرأة اخرى في غرفة الفندق يشعر بالحرج تجاه طارق تمكن طارق من الخروج من يدي كرم مرة اخرى لكن على الرغم من كل شيء لا يستطيع كيرم التخلص من الشك في الدافل من ناحية اخرى يستمر الملاك في العيش بجوار جوليدي جوليدي ملك التي لا تستطيع الوقوف في وجهه لن تسمح له بالبقاء في الشوارع بمفرده ويلون تي ام لي الذي لا يعرف انه في نفس حي ملك نار اخيرا ملك القطران ديسمبر تخطط لقضاء اجازة لجعل الامور في نصابها الصحيح مع رما يتأكد كريم الذي اكتشف خطة طارق من انه يخون اخته ويتبع طارق هل سيتمكن كريم من القاء الحيل التي قلبها طارق على وجهه هذه المرة القطران ديسمبر الذي يريد تصحيح الامور مع رنة تخطط لقضاء اجازة صغيرة لشخصين خارج المدينة لكن كرم يدرك خطة طارق يحاول الاتصال بهميرا ومعرفة ما يخططون له في عطلة نهاية الاسبوع عندما يسمع ان حميرا ليس على عيم باي شيء يعتقد انه محق في شكوكه بعد ان ادرك ان طارق يخون حميرا يلاحق كريم طارق ويتبعه الى الفندق الذي يقيم فيه لقضاء عطلة نهاية الاسبوع لكن في غرفة الفندق ينتظر كيرم مفاجأة لم يتوقعها ابدا رنا تتخذ اجراءات للانتقام من طارق اذا ساءت الامور يعلق طارق في زاوية تماما ماذا ستكون خطة رنا هذه المرة انسي مستاء من تولاي الذي لا يؤمن به من ناحية اخرى تشعر تولاي بالضيق لانها لم تستطع اخبار بيرل بما حدث بعد الحادث من ناحية اخرى يواصل فيلدان صنع سم شراب ماسيب كدواء تحت اكراه طارق حقيقة ان صحة ماسيب تتدهور تقلق الجميع كيرم الذي لا يستطيع فهم هذه الحالة منه يصبح عاجزا في الشركة بعد الجدال مع رنا طارق تأخذ اجازة وتغلق منزلها للابتعاد عنه غير قادر على الوصول اليه تبدأ اعصاب طارق في التدهور اكثر فاكثر رنا تحب هذا كثيرا رنا التي تريد الانتقام من طارق وايذائه ترمي حميرة التي تعتقد انه صديق في شبكته تلتقي اللؤلؤة والملاك مرة اخرى لكن الملاك لا يتذكر اللؤلؤة من ناحية اخرى يبدأ ماسيب بالمرض بسبب الادوية التي قدمها فيلدان بيري الذي يرى ملك في الشارع للمرة الثانية تمكن من التحدث معه هذه المرة لكن الملاك لا يتذكرها رغم كل جهود اللؤلؤة اخبر انشي تولاي انه رأى انجيل لكنه لا يستطيع اقناعها مرة اخرى يعتقد تي املي ان انشي يفتقد ملك وايليف كثيرا ويبدأ في التفكير في انه يحلم مرة اخرى في القصر تبدأ الادوية التي اعطاها فيلدان سرر الماسيد في التأثير وتتدهور صحة ماسيد يوما بعد يوم انتهى فيديو معلومات سلسلة اليف لدينا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات